السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بإذن الله في الفيديو ده هنتعرف إزاي نقدر نعمل تثبيت لأوفيس 2021 على أجهزة الكمبيوتر عندنا بطريقة سهلة جدا ومن خلال الموقع الرسمي لمايكروسوفت احنا طبعا منروح على جوجل على أي متصفح بقى بنبدأ نكتب فيه جوجل أوفيس كاستومايزيشن تول تمام وأول نتيجة بتبدأ تظهر معنا بنلغط عليها تمام هنا بيديني اختيار أنا عايز الأوفيس 32 بيت أو 64 بيت تمام أنا هنا هختار 64 بيت تمام وبعد كده هنا ببدأ أنزل هنا في الاختيار الأولاني ده تمام وبروح هنا على أوفيس LTSC Professional Plus 2021 ببدأ أختار هنا تمام بعد كده ببدأ أنزل تحت هنا تمام بنزل لحد الشاشة اللي هي فيها الأبس تمام هنا بقى بيقول لي أنت عايز أي برامج من برامج مايكروسوفت أوفيس أنا ببدأ هنا أختار عايزهم كلهم أوكي عايز بعضهم خلاص اللي أنا عايزه يعني مثلا مش عايز غير الورد مثلا مش عايز غير الورد والإكسل والباور بوينت خلاص تمام يبقى هورد باور بوينت إيه إكسل زي ما أنا عايز يعني تمام ببدأ أحدد كله أو بحدد البرامج اللي أنا محتاجها بس أنا محتاج أنا محتاج كله خلاص معلم على كله تمام زي ما أنا عايز ماشي بعد كده هنا بجي هنا في اللغة ببدأ أختار هنا بقى اللغة عربي أو إنجليزي زي ما عايز أنا أختار مثلاً انجلش. اه تمام? اخليها انجلش تمام? بعد كده بضغط هنا على اه هنا بسيبها زي ما هي كده بعد كده بانزل هنا على الشاشة ديت. باجي هنا في اه ببدأ اخلي ديت بدل ما هي بخليها اه تمام? بعد كده بانزل تحت كده تمام? كل ده بسيبه زي ما هو كده فيش اي مشكلة خالص بعد ودغط على تمام بعدOUGH عندي هنا في امبر واسپورت انا مضغط هنا على اكسبورت تمام طيب بعد كده على الاختيار الاولين ده وبعد كده على اوكي بعدكده هنا اي اي اكسبت بعد كده اكسبورت تمام هيبدأ يديني الملف الائكسامل ده تمام اللي هو مكتوب عليه كونفيجريشن دوت اكسامل طيب انا هسيبه ا اه زي ما هو هو هفتح الفولدر ده دلوقتي انا عندي ادي الملف اللي هو مكتوب عليه تمام طيب حبدأ اعمل هنا وابدأ اروح على جوجل مرة تانية والمرة دي حكتب وابدأ اضغط هنا على اول نتيجة تظهر معنا تمام بعد كده بضغط هنا على تمام حيبدأ يحمل معي الاداية داية حبدأ افتح الفولدر كده ادي الاداية متحملة معي حبدأ اضغط كليك يمين وحضغط هنا على run as administrator تمام حيبدأ يظهر معي الرسالة كده مكتوب فيها هابدأ اضغط على yes تمام وبعد كده بتظهر معي الشاشة ديت حلاقي تحت مكتوب هوم جاي ضغط عليها كده وبعد كده continue تمام طيب انا دلوقتي على الدسكتوب هوم جاي ايه ضغط هنا على make new فولدر وهكتب في الفولدر الجديد ده هوم جاي كتب عليه office 2021 اوكي تمام طيب هنا الملفات تم يعني اتحملت بنجاح هضغط هنا علي اوكي تمام بعد كده هابدأ انزل تحت على الـ Desktop حلقة عندي الملف اللي انا حملته اللي هم مكتوب عليه Office 2021 والملفات اتحملت معايا هنا في New Folder حبدأ اخد الملفين اللي هم مكتوب عليهم Setup و Configuration Office 2021 Enterprise حاخد الاثنين دول Cut وهم جاي راه على الفولدر اللي انا عملته Office 2021 وهم جاي حطيتهم وهم جاي رجع تاني برضه مرة تانية على الفولدر اللي انا فيه الملف اللي هو مكتوب عليه configuration.xml عبدأ اخده برضو هنا قط تمام؟ و عبدأ انزل هنا هروح برضو تاني على الديسكتوب على office 2021 وهعمله هنا paste تمام؟ طيب بعد كده بقوم جاي راه هنا على علامة السيرش وابدأ اكتب فيها run بكتب كلمة run تمام؟ كده انا دخلت على قيمة run ببدأ اكتب هنا عندي cmd تمام؟ بعد كده اوكي طيب عبدأ اعمل بقى دي minimize كده طيب دلوقتي الفولدر بقى اللي هو فيه office 2021 اللي فيه الملفات اللي احنا ضيفينها دلوقتي انا كده فتحته بروح عند علامة الايكونة ديت الايكونة ديت ببدأ اضغط عليه كده كليك شمال بيبدأ يفتحلي الايه الامتداد بتاع الملف بقوم جاي واخده copy وقوم جاي رايح على cmd مرة تانية هنا وبقوم جاي ضغء كاتب كلمة cd بعد كده مسافة وبعد كده بضغط ctrl v تمام؟ بعد كده enter تمام؟ طيب بعمل هنا minimize مرة تانية فيه كود هسيبه لكم فيه اول تعليق مسبت بإذن الله هنبدأ ناخد الكود ده كده تمام؟ هناخد الكود ده ctrl c وهم جاي رايح على الشاشة دي التاني تمام؟ اللي هي بتاعت cmd وهم جاي ضغط على ctrl v تمام؟ وهم جاي ضغط على enter تمام؟ حيبدأ يديني برضو رسالة كده بيقول لي دي وانتو allow this app to make changes to your device هي الرسالة داية مش هتظهر معنا تمام؟ هنقوم جايين ضغطين فيها على yes تمام؟ زي ما احنا شايفين كده هنلاقي ان المجموعة اللي هي خاصة ببرامج Microsoft Office هتبدأ تحمل معانا زي ما احنا شايفين كده تمام؟ وهننتظر طبعا لحد ما تحمل معانا بالكامل وهنلاقي Office 2021 تحمل معانا وان شاء الله برضو هيكون مفاعل بكده بكون وصلت لنهاية الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة